سمعة الاهلي وانتوا راحين تلعبوا برا بتحسوا بيق يعني لما بتروح كندي اهلي تلعب في اي دولة افريقية بتحس انه سمعة الاهلي سبق الفرقة بتحس ان ليها تأثير على الخصم او على الجماعير اسم مصر واسم النادي الاهلي الناس بتحبوا قوي فبتحس ان هناك الناس مبسوطة والناس مقدرة قوة كدقية وبيحبوا تفرجوا عليك يعني لما بروح الالعب كنت في البطولة اللي خدها 82 اعتقدت كان عندنا فرقة الاشغال الصومالي بين ان كنا باللعبها باين دولة 32 حاجة زي كده وانا خارج من واحدة المتش انا كنت باخده الكرة هكذا في مجموعات بتهقلي زمان صح لا لا كان خروج المغلوب فانا خدت كنت في المتش ده باخده الكرة من وراء خالص وعدي من واحدة اتنين وتلاتة وروح وعمل كرة بالعرض وروح على الجل فداركت الناس الحكام التحدي افريقي بتادي بصولي بصة تانية خالص فانا خارجت فكانت لبس تحت المدرجات كده فلاقيت واحد بالكلم عربي هناك قال لي يا شريف انت مجيش هنا تتروح تلعب برا انت حاجة تانية ما شاء الله فدي حاجات اسعادتنا انا بيت بص دراج كده وبيكلمني يعني حاجات كانت في بداياتنا واحساسنا بيها فالناس بتفهم الناس عارفة ايه وت النادي الاهلي شكلها عمل ازاي حبوا لعبت النادي الاهلي الاهلي سمعته في افريقيا مش بات ده في الوطن العربي كله الحياة وفي العالم دلوقتي كله فده ما انت بتقول اه الناس بتحب تتفرج على النادي الاهلي وعارفة قوة ودي بس بتتمنى الخير طبعا لفريقها ايه انما لما بيحصل انك بتكسبهم هناك او بتتعادل بيبقوا خارجين عارفين ده الشكل الطبيعي لا بس كنت بتكلم على فكرة كمان انه يعني حتى هنا في الدولة المصر بتجي بتلعب فرقة طالعة من الدرجة التانية وبتلعب الاهلي بتحس ان الفرقة دي بتلعب كرة يعني ويشوف فرحتهم فرحتهم لما يبعملوا معك نتيجة فوق الوصف يعني اللي بتعادل معك بيحصل ايه يعني انه كممكن يكسب او بينسى انه راح منه مكسب او بينسى انه من حقه انه يكسب هو ده كبير وقوي وقفته قدام البطل كبير وقوي انك كده تطلع مع فريق زي السمعة دي كده والشكل ده انك متعادل ده اكبر حاجة بالنسبانه سيمبل مرة اللي فات لما جزبك واحد سفر مستدقوش في البطولة اللي فات تحت نقص الاكسجين مش عالفين نجري ولا قادرين ناخد نفسنا ولا عالفين اي حاجة وكذب واحد الدنيا ولعت بقاله سمعة في افريقيا